اشتركوا في القناة في المقابل أكدت ميركل أن هناك مصالح مشتركة مع تركيا مثل الشراكة في حلف شمال الأطلسي وقضايا الهجرة ومكافحة الإرهاب ينظم إلينا من إسطنبول السيد فراس رضوان أغلو الصحفي والكاتب السياسي كما ينظم إلينا من برلين السيد سعيد سمير الصحفي والباحث السياسي وأبدأ معك سيد سعيد سمير هل نحن أمام انفراجة في العلاقات بين البلدين الألماني والتركي أهلا بك والمشاهدين القرام والدف الكريم أعتقد أن هذا الوصف ربما متفائل أكثر من اللازم ولكننا نستطيع أن نقول أنها بادرة جيدة من طرف أردوغان أعتقد أن الاستقبال الرسمي الحافل الذي حظى به عند وصوله هو نوع من أنواع الترحيب بفكرة أن تكون هناك مبادرة وعدم غلق الطريق وكنوات الاتصال معه بالرغم من عمق الاختلافات في العامين الماضيين بعد فشل الانقلاب العسكري وأعتقد أن ما زال الوقت مبكرا والكرة في ملعب أردوغان لأن القضايا الشائكة بينهما هي في الواقع قضايا واضحة جدا بالنسبة لألمانيا كما تفضلت وذكرت تعريف تركيا للإرهاب يرتبط ارتباط مباشر بمدى تعامل أردوغان مع المعارضة السياسية فهو للأسف يبدو أنه يصنف كل جماعة جولن بأنهم مجرمين وإرهابيين المعايير القضائية والقانونية في ألمانيا مختلفة تماما ولم تردخ لهذه التصنيفات الجاهزة عند النظم المستبدة سيد فراس رضوان المستشارة ألمانية أنجلا ميركل تقول أنه رغم الاختلافات فيما يخص القضايا حرية التعبير وحقوق الإنسان فأن هناك مصالح مشتركة وذكرت هذه المصالح متعلقة بالإرهاب متعلقة بالملف اللاجئين وما إلى ذلك من قضايا وأيضا تركيا جزء من حلف الناتو ولكن هل باعتقادك أن ألمانيا تقدم كل مصالحها على قضايا حقوق الإنسان وحرية التعبير بهذا الموقف الآن؟ لا طبعا ألمانيا كسائل الدول الأوروبية كتركيا أيضا الدولة براغمتية واقعية ألمانيا وجدنا لديها علاقات مثلا مع كثير من الدول ذات الأنظمة الدكتاتورية لا تهتم بمساعدة حقوق الإنسان نعم تطرحها على الطاولة ولكن في النهاية عليها أن تنظر إلى مصالحها الاقتصادية ألمانيا ترتبط بتركيا بمصالح اقتصادية متشابكة عميقة وكبيرة جدا لا يمكن لألمانيا أن تترك تركيا لأي اهتزاز اقتصادي طبعا اهتزاز اقتصادي الذي حصل في تركيا نوعا ما بسبب الخلاف السياسي أكثره مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الأمور الأخرى لذلك الاهتزاز الذي سيحصل في تركيا سيؤثر مباشرة على ألمانيا لأننا نعلم هناك تبادل تجاري كبير جدا بين كل الطرفين أكثر من 7500 شركة ألمانية تقريبا موجودة في تركيا 500 ألف مستثمر تركي وإن كانوا معظم ألماني تركي أيضا في ألمانيا تبادل تجاري كبير يصل إلى مليارات الدولارات وهو بشكل كبير ألمانيا الدولة الأولى اقتصاديا من ناحية الصادرات بالنسبة لتركيا وأيضا رقم متقدم جدا ربما الخامسة أو السادس عشر بالنسبة لألمانيا من ناحية التصدير لتركيا جالية كبيرة تركيا موجودة هناك إذن أعتقد أن مساعد حقوق الإنسان هناك كما تفضل الضيف هناك نظام مختلف في ألمانيا القضاء مختلف النظم الحياة الاجتماعية والتي ترتبط في القضاء والإعلام أيضا في ألمانيا مختلفة تماما عما هي في تركيا ولكن قضية مهمة جدا هي أن هناك خلاف حول بعض القضايا التي تهز وتخص الأمن القومي التركي ومنها قضية فتح الله قولن أو أتباعه لأنهم قاموا بالانقلاب الذي كان سيدمر تركيا وإذلك تركيا صنفتهم على أنهم إرهابيون كانوا يريدون قتل رئيس منتخب هذه قضية أيضا كبيرة جدا هنا نعتقد وإن كان خلاف بين كل الطرفين لكن هذا لا يمنع بالاستمرار في المفاوضات في الملفات المختلفة عليها ولكن هناك ملفات مشتركة كثيرة متوافقة عليها بين كل الطرفين طيب سيد سعيد تأتي هذه الزيارة أيضا بعد أيام من تصريحات أيضا لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن محادثات مع تركيا أيضا وهذه المحادثات ربما تكون قريبة جدا قد تفضي إلى حتى إنهاء الأزمة بين تركيا والولايات المتحدة التي اهتفاقمت بعد حجز القس الأمريكي هل باعتقادك أن هذه الزيارة تأتي في نفس السياق؟ وربما هناك محاولة ربما من جانب حلفاء تركيا التقليدين إلى سحب تركيا من المحور الروسي إلى الحلفاء التقليدين بالطبع الأزمة الاقتصادية أثرت في طريقة تفكير الرئيس أردوجان لإدارة الأزمة وعلاقاته الدولية ببعض الدول والعديد من الخلافات الموجودة أنا أرى أن هذه الزيارة بالفعل هي توجه لإعادة سياغة السياسة الدولية وعلاقاتها تركيا الدولية مع بعض الدول ومن جانب الآخر الاتحاد الأوروبي حريص جدا أن تبقى تركيا داخل نطاق التعاون المشترك وبالطبع شعر بالتهديد عندما لجأت تركيا إلى روسيا في عدة ملفات منها حتى طلبات استراد أسلحة من روسيا على الجانب الآخر قضية عضوية تركيا في حلف الناتو شمال الأطلسي هذه قضية مهمة جدا للإتحاد الأوروبي فتركيا هي من أكبر جيوش العالم واستمرار وجودها عضو فعال في حلف شمال الأطلسي هو مصلحة مشتركة كبيرة للطرفين على الجانب الآخر القضية السورية فالاتحاد الأوروبي وألمانيا تحديدا ترى أن تركيا تعتبر حليف ما لمحاولة الضغط على النظام في سوريا طبعا ما أعلنته ميركل عن اجتماع رئاسي في أكتوبر هي خطوة جيدة جدا لمحاولة فك الأزمة الحالية في إدلب وبالطبع وجود بوتين في هذه المناقشات هو عبارة عن شبه حوار مباشر مع القوى الفاعلة على الأرض في سوريا طيب سيد فراس هل هناك رغبة تركية في العودة في تطبيق علاقاتها مع حلفائها التقليدين وبعيدا أيضا عن المحور الروسي نعم هذا لا شك فيه تركيا أعادت قراءة الملفات السياسية المختلفة بينها وبين الدول الأوروبية مثلا مع هولندا أعادت تطبيق علاقات مع هولندا والآن إعادة تصحيح المسارب مع ألمانيا وأعتقد سيكون الحبل على الجرار أيضا مع فرنسا سيكون هناك تطويرات وإن كانت ربما الخلاف أقل بكثير مما هو عليه مع ألمانيا وأيضا بريطانيا هناك علاقات أيضا ستكون مات الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن هذا ملف في وحده مختلف عن ملف الأوروبي ملف الأوروبي قراءة أخرى نعم معلولات المتحدة الأمريكية سيكون هناك قراءة مختلفة أعتقد ستحاول الإدارة في تركيا إعادة برمجة وتصحيح المسار معلولات المتحدة الأمريكية ولكن هناك بعض العوائق تركيا ما زالت ترفض التأخير الذي تقوم بلولات المتحدة الأمريكية في مسألة منبج ترفض التأخير بمسألة الإقرار ما هو شرق الفراد كيف ستكون هل ستبقى هذه الوحدات حماية الشعب الكردية المنبثقة عن حزب العمال الكردستاني المصنف رهابيا هل سيبقى على الحدود التركية هذا أيضا مهم بالنسبة لتركيا إذن هناك قراءة مهمة إذن للتوجه للضغط أكثر على التأخير الأمريكية لا بد أن يكون لديك قوة مع قوة علاقات قوية اقتصاديا وسياسيا مع أوروبا لأننا نعلم الخلاف الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا أثر على العملة الليرة التركية وأزعج كثيرا حقيقة تركيا هذا الملف وربما قراءة أخرى أيضا في تركيا هناك بعض المشاريع الضخمة الكبيرة تحتاج إلى بعض الوقات عندما تتم كل هذه المشاريع الكبيرة وأيضا تصحيح المسار مع أوروبا أعتقد أن الاقتصاد التركي سيكون أكثر انتهاشا شكرا جزيلا لك سيد فراس رضوان أغلو الصحفي والكاتب السياسي كنت معنا من إسطنبول كما أشكرك جدا سيد سعيد سمير الصحفي والباحث في الشؤون السياسية كنت معنا من برلين